السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات قناة أتقن العربية تعلم العربية من الحياة وللحياة اليوم سأتحدث عن الدروس التي ستكون في قسم الانتساب عنوين الدروس ما هي الدروس التي سأعرضها في فيديوهات خاصة بالممتسبين للقناة الانتساب للقناة هو يحتاج إلى دفع مبلغ مالي رمزي في الشهر وقد بينت طريقة الانتساب وأيضا في هذا الفيديو سأضيف في آخره طريقة الانتساب التي تمكن الشخص من الدخول إلى قسم تعليم اللغة العربية للممتسبين اليوم سأعرض عليكم الدروس التي ستكون مخصصة للممتسبين أي الفيديوهات فيديوهات خاصة تكون في قسم تعليم اللغة العربية وهذه الفيديوهات لا تكون عامة مثل باقي الفيديوهات التي أنشرها في القناة هي تشبه الدورة كورس دورة تعليم لغة عربية من خلال فيديوهات يشاهدها الطالب في مواضيع متسلسلة عنوانها كيف تتحدث اللغة العربية في الحياة سنركز في هذه الدروس على الأحاديث التي تكون في المجتمع العربي أو في مجتمع يتحدث اللغة العربية وليس بلدا عربيا فالمواضيع ستكون وفق الآتي أول موضوع سيكون عن التعارف بين الأصدقاء تعارف بين الأصدقاء السؤال عن الإسم كيف تسأله عن اسمه عن دولته عن مدينته عن عمله عن أسرته عن عائلته عن نسبته عن عرقه كل هذه الأمور ستكون في درس أو وحدة التعرف يمكن أن تكون درسين مثلا كل عنوان يمكن أن يكون درسين يمكن أن يكون ثلاثة هذا كتاب هو كتاب لكنه من خلال فيديوهات كتاب سيصدر إن شاء الله قريبا هذا الكتاب سيكون موزعا وفق الآتي أول درس التعارف والتعارف سيشمل الاسم النسبة الجنسية البلد العمل المهنة الأسرة الهواية كل هذه ستكون في درس واحد وستكون جامعة لكيفية صياغة السؤال لكيفية وضع الكلمات استعمال حروف الجر استعمال الاستفهام استعمال أدوات الاستفهام في كل هذه الدروس ستكون موجودة بهذا الشكل وسيكون فيها القواعد التطبيقية يعني لن نحفظ القاعدة وإنما ستكون تطبيقية من خلال النص بعد أن تعرفنا على كيفية السؤال لشخص كيف نتعرف عليه فسنجعل درسا للحديث عن النفس عن نفسك أنت كيف تتحدث عن نفسك كيف تعرف نفسك أين ولدت؟ في أي سنة ولدت؟ في أي مدينة ولدت؟ في أي دولة ولدت؟ ما اسم أسرتك؟ يعني النسبة النسبة غير الكنية يعني الكنية أبو أحمد هذه كنية أما النسبة فتكون مثلا الحداد القصاب هذه كلها اسمها نسب بعد ذلك سننتقل عن الحديث في الحوارات الحياتية أنت عندما تذهب إلى البقال في الصباح كيف تطلب أشياءك باللغة العربية؟ كيف تطلب الخبز والحليب والماء وأدوات الفطور؟ كيف تطلبها من البقال أو من صاحب الدكان؟ نضع جملا مناسبة لهذا الحوار وتكون جملا بسيطة وسهلة ستذهب عند الظاهرة ربما إلى سوق الخضروات وتحتاج إلى فاكهة إلى خضار إلى أرز كيف تسأل عن هذه الأمور وكيف تطلبها باللغة العربية؟ سيكون عندنا درس خاص بهذا العنوان قد تحتاج إلى المستشفى وأنت في بلد عربي فتريد أن تذهب إلى المستشفى كيف تذهب إلى المستشفى؟ كيف تسأل عن القسم الذي تريده في المستشفى؟ هذا سيكون ضمن درس المستشفى وهناك ستقابل الطبيب الحوار مع الأطباء ربما يكون طبيب الأذن والحنجرة أو ربما طبيب العيون طبيب القلب كيف نصوغ الحوار معهم؟ بعد ذلك تذهب إلى الصيدلية إلى الصيدلية من أجل شراء الدواء ما هو الحوار الذي يكون بين المريض وبين الصيدلاني؟ وكيف يكون باللغة العربية؟ أيضا سيكون ضمن دروس المنتسبين لقسم تعليم العربية في القناة إذا أردت أن تسجل في الجامعة لكن مراحل التعليم تبدأ من الروضة الابتدائية الإعدادية أو المتوسطة الثانوية الجامعة سنضع حوارات لكل مرحلة للمرحلة الابتدائية للمرحلة المتوسطة للمرحلة الثانوية وعندنا المرحلة الجامعية كيف تسجل في الجامعة؟ ما هو القسم الذي تريده؟ كيف يكون الحوار في الجامعة باللغة العربية؟ طبعا مع وجود أسئلة وأمثلة تطبيقية وأضع مع نهاية كل درس أسئلة سأتحدث عنها في نهاية تعدادي للدروس الأماكن السياحية ربما تذهب في سياحة إلى بلد عربي وتحتاج إلى عدد من الجمل التي تساعدك في الحوار في الأماكن السياحية أو في السؤال عن الأماكن المشهورة والسياحية في ذلك البلد العربي الذي تزوره هذه أهم العنوين التي وضعتها الآن والتي ربما تزيد عن ذلك بعد أن أرى كيفية السير في هذه العمل أما عن طريقة التدريس كيف سيكون الدرس يعني؟ سأبدأ بكلمات قصيرة أولا أذكر بعض الكلمات هذه الكلمات تكون مرتبطة بعنوان الدرس مثلا كلمات المستشفى أضعها في البداية وأشرحها وكل كلمة أضعها في جملة قصيرة حتى نعرف كيف نستعمل هذه الكلمة في الجمل بعد ذلك يكون عندنا حوار قصير وقد يكون عندنا حواران حوار بين مذكر ومذكر وحوار بين مؤنث ومؤنث هذه الحوارات ستكون بسيطة بجمل قصيرة متفقة مع عنوان الدرس وهي التي ستعيننا على كيفية الحديث باللغة العربية وسنفهم الكلمات الموجودة في المتن وسنتعلم بعض القواعد التطبيقية من المتن وسنعرف كيف نقرأ المتن أو النص الحواري في نهاية الدرس سأضع مجموعة من الأسئلة هذه الأسئلة سأوجهها إلى الطلاب المنتسبين إلى القناة وسأنتظر إلى الدرس اللاحق لأتلقى إجاباتهم في التعليقات أو أضع لهم رابطا خاصا لتلقي الإجابات ثم في الدرس الثاني أصحح الإجابات وأرى من أجاب إجابة صحيحة ومن أجاب إجابة خاطئة هذا هو الكرس أو هذه هي الدورة التي ستكون في قسم تعليم اللغة العربية ضمن خانة الانتساب وستكون مخصوصة للطلاب الذين ينتسبون إلى هذا القسم في القناة وقد بينت كيف يتم الانتساب وسأبين في آخر الفيديو أيضا طريقة الانتساب بالنسبة لباقي الدروس العامة ستبقى شرح الكلمات كلمات العامة تعبير الإصلاحية ستبقى في القناة مستمرة إن شاء الله أشكر لكم متابعتكم وإلى لقاء جديد مع درس جديد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر